السلام عليكم أنا اسمتي سوفيان هذا الشي اللي غادي نقول لكم صعيب 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 بزاف صعيب تعرفت على مراتي غيب صدفة يعني من اللي كانت بقي صغير كانت بنت الحومة وكانوا رحلوا ومام الحومة يعني في المراقبة ديالي كنت معها وكانت حاول نصفتوا الرسائل كنت دون جيبوا في الغدراء وذلك شي ولكن واحد المرة سوف يسمعنا خبر بليرة غير حلو ما كانت الدار على الدار وسمعناهم بليرة غير حلو وصف يرحلوا ومنتموا ومشي في نفس المدينة ومدينة أخرى الوقت اللي رحلوا فيها كانت أنا ذلك ساعة عندي 17 عام 17 عام تقريبا بحلقة وكانت عندها كنت كبير لها بعامين مهم يعني الملامح ديالوجهة غير بقى عقل اليوم وخمر الصينين احنا ما رحلنا موالوا إلا ان الدار كانت بسمية الوالد وذلك شي وكننا ساكنين تماموا بيخير صافي كملت حياتي وبقى في الحالة لأنها رحلات وذلك شي وكنت كنبغيها وبقنا كنبغو بعدياتنا يعني ذلك شي مراعقة ودايزة كملت قرائتي كملت الأيام عادية جدا مكنتي شي مشكلة في هذا الناحية حتى لوحد النهار قلت قانت ماذا بطلع ماذا بسعب أخرى ماذا بسكن بوحدي بغي نخدم الرأسي ماذا بغيتش بقاقي ومن دار عندي لي ديبلوم ديالي تجلبي ماذا بغير في حالاتي كانت عندي 24 عام تلك الساعة فجأتني هذه الفكرة وخاكل الوالدة أعطينا واحد طبقاء أنا وأخوتي سكنين فيها كل ما عنده بيت أنا قلت صافي طلعات لي هذه العيشة في الراسي لكي نضبر على رأسي شوية عدرت مع الوالدة قلت لهم رأنا نخرج من الدار سأمشي بلا صفلان فلانية ونحاول ندفع ونخدام وذلك شيء حتى تلك المنطقة معروفة بالأحياء الصناعية وفيها الخدمة فعلا أعطني الوالدة شوية الفلوس ومشيت زيت العصي ومشيت ومشيت حويجاتي ومشيت ومشيت قلت نقلب ألفين نباس ليه مثل ولا بتغيف واحد الوطين ومشي وطايل وطايل غير ذلك اللي كانت تلقاهم بحالة كتبات بستين درام الليلة أو لسبعين درام ولا مرتش حالة تمان ديالهم قلت واحد اليومين بيد منتفع السيفيات ومشيت قلت على دار فين نكري قلت واحد بحال الستوديو بيتو كوزينة طوالية على براء بحشاكم عزكم الله ومشيت كريت مع رأسي قلت تحويجات ديالي ذلك الشي القصة من الله بقيت كنت ان الشركات عيطوا وبقيت كنت بيد مني عيطوا لي الشركات يعني كمشي القوانة بطل هنا نحاول ندور في المدينة وكنكتشف في المدينة شي شوية وعادي معكنة المدينة اللي اللي مشيت لأني بعيدة على فيكنسكم بزايد شي شوية وانا كنت ندور نهر الول النهر الثاني نهر الثالث والنهر الرابع والمرض الخامس مهام اللي كانت طلاقة كانت طلاقة مع ذلك البنت كانت مع امها وكنت نغيف واحدة جوطية كانت تنظر شي شوية بحلقة ونلقى امها مشاعر تشتاعي يطلعها تاعي يطلعك ثلاثة يهام مفينة لبس عليك واش معرفتينيش قلت لي اهلان سوفيان شخبارك بخير شخبار ما نتضار ويتجي ما واش خبارك أولدي لبس عليكم واشك تدير هنا واشك تدير هذه واشك تفعل واشك تترك لأنبالا موما كانت تقول واشك أنت كانت تجدرسة كل واحدة مقبرة ولكن من هذا لأنبالا كانت لا شيئا وثلاثة كنت دخلت واشك تسبب عشقين واشكيين من قلت لمقلت داخل واحدة وما تعمل وما تصدف كيف خبار امي كيف خبار كيف خبركم لبس عليكم وعليك كيف خباركم صحيحة كنت نحك بنت كبارك الله ونضحك مع الاحتلاء غيرها كاك قلت لها ان شاء الله نستقر في الخدمة ونجي نضربوا البيض في الكحل البنت بدأت تتحشم تخبات مرمها قلت لي انت تبارك الله راوليتي راجل وتبارك الله واجي مرحبا بك واش خبار مموك واجي بارت وحشتها وجارتكم عمني نعود نساها وادي 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 سوف يمشي سنة في حالتي ويضطح لي هذه الفكرة في راسي قية النمرة دي لي انا قية تفورقة بوحدها وقية النمرة للوالدة في نمرة قىyeت نغلب عليهم في الجوء ص Lives أوقيتهم، قلت لها اخلية انا مثل الباب ونساعدتك النمرة التي لو وليد ا diarrواa وضعنا متجموز herzlich change انا اللي اعطيتها بيادي اندمرة النمرة رأيطتها بصحدة هنا شددة النمرة مارtzبت في حالاتها منριئنا انا ونحن بنا راح ام Live Boulo ما قيت일اء مشخش yon هي مكانش عندال تليفون وهذا كان نهار نت مثلا اللي هادر سمعي كثير ما ديش تليفون كندر ما كم تليفون للوالدة وذاك شي رجعت لديك الجو طيض ببرت لها لواحد تليفون ديتوليها درت لها النمرة بقينا كان هادره مع بعضياتنا وادوزنا شي عام وحنا كان هادره شي عام تقريبا وحنا كان هادره صاف هنا ادبر ديكس على خدمة واستقريت خدمت بواحد صالي المحترم حيث كان عندي ديبلوما طالعي شوية اه خدمت بواحد الخدمة محترمة صاف في ديكسا كريت دار زايد على هادك اللي كنت فيها كريت دار بديت كل مرة جيبات البياسة بطل تجوطية جيبات صداري جيبات الركنا جيبات الطنجرة جيبها دي جيبات الفورنو بوطة بقونا مرة بديت نزوق على الحالة شي شوية حتى كملت هادك الدار فاش كملتها عايت طلمها قلت لها خالتي ارغان جي عند كانوا الوالدة وذاك شي عايت الوالد قلت لي هاجي عندي البلاصة الفلان فلانية جاوا عندي مع الوالد كانت عنده واحدة موبيل جاوا عندي بيخير شافوا الدار طول ما فرحوا بيخير عجبوهم الحال ما عمل لي خرج من الدار ما جاوا عندي هما يعني اللي كان مشي عندهم ايوا جاوا وقلت لهم رغمشي الخطب فلانا واش عقلتوا علي ايه تبارك الله شنور عيطت لي اما وقلت لي اطلقت معاك وذك شي وبيخير اولدي ومزيان عندها مشينا عندهم الدار مشينا للدار بيخير شخباركم العباس مزيان مرحبا وفرحوا وعجبوهم الحال ورجعوا الجورة ورجعوا قاعدك شي ضربنا البيض في الكحل هنا فين غيب دا كل شي فاش ضربت البيض والكحل مع ديك البنت انا ما عرفت شذاك الغياب كامل شنو كانت تكدير وفيك تكتمشي وشنو عندها وعادي شغولها داك لانا ما تحكمش لها في الغياب ديالانا مشي هامقا نقول لها لاش درتي ولاش فعلتي ولاش تركتي ما علينا يعني اه قد آش واحد حاجة فاش يلا ب 나서 ما زاليا لا اغرق في العرس يعني لا اغت لدي ديال العرس فاش غنبدو داك داك م Leah. لانا فاي مشاكين مع اليوتيوب وذلك شي فاش غنبدو داك شي قات ل ад شوف قبل ما نبدو اي حاجة هنقولك واحد حاجة موهمة قت لي yearaEOنا فاش زالون المان الان دارو لكننا عنا را كان واحد الجيران blown والجيران وادي وتكرفس assغلا وم أش��راج لقد أخفت أنه كان صعيب و يمكن أن يكون مشكلة للوالد و للوالدة و للأخوتي و أنا خفت و أحد صاحبتي يلي عاونتني و لم أكن أرى شي جمعية عاونوني و يلي عاونتني و أركب ذلك ذلك اللي ستجد على تحت رغم يركب أه قلت لها سيام شا نقول لك أنا لم أكن حاضر في ذلك اللي فش وقاع و حرام و فين أدخينها قلت لك أن شاهدت لك أن أدخينها و سأكون هناك مشكلة للوالدة لقد أردت أن أقول لك لماذا لم أكن ندرك لك قلت لك و أنا رفقت و قلت لقفك و أردت إلى الحب و أخفت أن أقول لك أنت لك أكيد و أنا أتغلق و أكيد حكوانا أنت لك ما تقلل و أخفتل لك أكيد و أنت تخلق لي و أنا أخفت قلت لك أن أصابدها بلعطاء الله و مزيد لك الشارية و و قلت لك الذي تخلقه بها و و مجموئ و مجموئ و مجموئ ما عرفت شو كنت عارفها وخبتها عليها قلت له ولكن تبارك الله من اللي كنت تغليضها ووقفها وقلت له دهبت تبارك الله دعا فيتي واتي قلت له يا رغي مع هذك المشكلة اللي طرع لي وما بقيتش كان نكون مزيان وكان خلعني وكان هادي وكان هادي قلت له ما كانت شي مشكلة من الناس وانترك هذي زالية وانت رحب بالقديم وعن النقطة بقى تكاتبكي واتي 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 صعفين بشرنا بالعمل وانا عايش مع سيهام كاللاحظة بلي السحاد يلي كتدور وانا عايش مع سيهام خسني كل مرة مشي شري دوا دي السخانة خسني كل مرة نشري هذي كل مرة نشري هذي يلا دوزنا يشي ربع شهور فشال خامس و السادس و السابع وليت كي الحم ديالي البشرة ديالي بليت تحسبها كتقشر قدشي ما كانش فيها انا غي تضرني شي حاجة مشي للفرماسية انا عفاك شي دوا دي الراس شدوا ديال الكرش شدوا ديالهادي وانا ما عارف شراصي باش مضرب ما عارف شراصي باش مطلق حتى ذاك النار تزرحت فيدي في الخدمة تزرحت فيدي تحت عليها واحد لاباراة وزرحتني وتقول واذا ذاك الزرحة بغت تجمع دازت عليها شي شهر ويباقة تتخمج ومتعود نشري لها الطمضان وشري لها هذي والو دير لها هذي صيب لها هذي والو ذاك الضربة وتقول واذا بغت تجمع تحتض ثقت خمجات ودازلية الألم الناس قلت واذا فعلت وصفر خدمة الكرش إذا لم تكن من الأخي ، اذا رأيت شخص يأتي بأنك أجهد طبيعة ويأتي لتضيب الطحيل لأسفل ماذا ستطبيعي لك لتضيف الطحيل لأسفل الطبيعة وقوم بأسفل البرقاء وقوم بإر影ار وقوم بأسفل وقوم بمعين فإن أجهدك باخير قال لي فوق ما يبان عندك هذه المشكلة لك كيف أقول لك أعراض أخرين؟ قلت لي أعراض دائما قلت لي رأى تزوجت بعد 5 أو 6 شهر وقلت بعد ما تزوجت للشريف يعني رأى تزوجت دائما مريد دائما عيان دائما مسخصخ يعني رأى قبل ما تزوج كنت تخدام يلا تقول الخدمة أو شي حاجة يعني رأى كنت تخدام فتك الخدمة هذه مع مرة رأيت شي ولكن لي لاحظت أنا هو بعد ما تزوجت رأى شو قريش وقريش 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 قال لي يا ولدي رأى كموصاب بداء فقد المناع بداء فقد المناع ما تصدمت لأنني كان عارف أن الداء صعيب وقدر يقتلك هذا الشيء اللي كنت عارف وما كانت شعندي دراية بذلك المرضى كبيرة اللي عارفوا أنه يقتلك النهاية ديالك محتومة تأزمت بزاف وقفية الحال بدي تنبكي قال لي يا ولدي أنا أصرح ليك أنت أسواقا 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 أصرح لي الداء بللي رأى إلا بقيتم تبع الدوية ديالك غير وغير تبقى مربوط بالأدوية يعني أي مرض خصك الأدوية تبقى معهم ديما أي هجبان تتداوي عليها وتحضير راسك ما تزرح ما تضرب ما ولو وخصك تليمي تير كونتاكت مع عائلتك ومع الناس ومع هذه ومع هذه قلت ليش كونهم من الناس اللي كانوا عندهم معك قلت لي رأى الناس وهذه قلت لي ما تخاف ما أنك من الناس تخاف غي هو ذاك الأشياء ديالك يبقوا ديالك ما تشركوا ماته شي واحد شي تد سنان وإي حاجة عند علاقة بل ضيان وذاك الدفال والعرق وذاك شي قلت لي بقى ديالك مالينا تلقيت الخبر بواحد صدمة كبيرة قل لي يا واش مليت جوجي دوسي تحاليل المرادك ذاك قلت لي طلبوا لكم في الزواج شهادة طبية وشهادة الخلوم الأمراض قلت لي اللارا ما عدرتاش مع الزوجة ديالي قل لي أنا كن نصحك تدير المرادك التحاليل كن نصحك تدير المرادك التحاليل قل لي أنا ما بغيت نقول لك واشي هي مريضة ولا لاحظت مادم أنك تتجوجي عدبا في كاتش هذا أنا كن نصحك تدير المرادك التحاليل تاية صافي صافتني عند واحد طبيب أخي الصائفة في الفيروسات وعين من الفيروسات وذك شي والبكتيريا وهداء هذا مشيت لعندوش رحت لي المشكية قل يجيب مراتك ندير المرادك التحاليل تاية جبت مراتي درت التحاليل صبرنا زلت حويجي اللي كان دير فرشة السنن ديالي ما بقيتش كان مارس معا وذك شي خوفا بيدمان يبانوا التحاليل أنا تأزمت خلت في اكتئاب خلت في مرض تحطمت تحطمت بزاف بعض الخبر هذا ومن اللي خرجوا التحاليل كان القابل اللي مراتي حاملة للفيروس وليست مصابة به حاملة للفيروس ما بدوتي يدروه مع هالأطيباء باش يحاولوا يعرفوا مصدر هذا الفيروس قالوا واش كان عندك علاقات واش كان عندك هذا قلت لي انا راه تعدالي يوحد والجيران وقال لي بخاتي سولا بعد ما تعدالك والجيران واش كنتي كجيوك اعراض امراض ولا قلت لي ما البي خير ما عم مرجان اشي حاجة ولكن فاش درت تنميم للك الجلدة اللي عندي لتحت فاش درت له التنميم من مراه وليت كان وليت كان وليت كوجيوني امراض تنسخف ضعافيت ولو عندي مشاكيل ولو عندي هاتي قال لي هاشا نقول لك راك محاملة للفيروس ورا هادا غي يسبب واحد المشكين الناس اللي ضايرين بك خصوصا راجلك را دبا راجلك تصاب بالفيروس وهو ماشي حامل هو مصاب بالفيروس ودبا را خستك توقفي معاها وخستك تقولي معا انا من اللي عرفت جاني الفيروس من عندها اه ما حيتي انني تقلق عليها ولا نغضب عليها ولا طلع ليا الدم بزاف ولكن هي معها المش هي مشي طبيبها ولا الخصائية ولا شي حاجة معها المش ودبا نرى حاليا اه مخدم مردم اه ما قدرتش نقول الخبر المواني نضار ولا ايلا ودك شي اه الخدمة اعطاوني اعطاوني خسنين خرج من قدش ونقاخت دمناهم لان الطبيب تاوم لي شاف اذيك الدربة شك الطبيب اللي عدنا في الخدمة شك وطلبوا مني تحاليل ودك شي وديتهم ليهم موهم اعطاوني كون جيد مالادي وكون جيد مالادي مع عدل مرضى دارة ما يمكنش يعني غيباش يصبروني حتى اعطاوني حسابي وقالوا لي يا رمي ممكنش يقاخت دمانه ودك شي وانا رمت باما جمعيات ديلا الداء هذا وتنشكروه سيدنا اللي نصره لدلنا هدال الجمعيات اللي كعطونا الادوية ودك شي ولكن اعطاوني معكم دابا وخاطرتش التالية والمدام دياليرا وخا ما كانتش عنداني انها تصيبني بعض المرض هذا وما كانتش عندانيا نهائيا والمغزام نقصيها الناس انا رمت باما مدبر الأموري ومدبروها حاكيم مين تبغي تجوج بسي سي دا ما كانتعرفه ما كانتعرفه ما كانتعرفه وخبرت عليك واحد المود دا ولا ما كانتعرفهاش ديك الشهادة طيبية اللي كتلبو لكم ما تمشيش للسبيطار الحومة ويقول لك واش عندك واش عندك شي شي مرض لا ما عندك اهاكا اخويا سير لاعونك سير اسي دي دير خسره لاراسك 1-140 درايام ولا 120 درايام ولا شوف تحالي بش حال يديروه وتأكد ان ما فكتاشي مرض والمرض تأكد ان ما فاتاشي مرض باش هكا تعيشوا بخير مع بعضياتكم ديوما ايا بشيفة وكاشكركم بزاف 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 الاستماع موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى